ده الأول مع حضراتكم يعني لم نتقابل منذ أن ننتهي كاس العالم أعرف الأول رأيكم في تنظيم كاس العالم في مباريات كاس العالم هل بالفعل زي ما سمعين أو زي ما شفنا هناك البعض بيقول أنه ده أحسى أحلى كاس عالم من الناحية الفنية هل دحية؟ هو ده مسألة الأفضل فنيا بتختلف طبعا يعني كل بطولة كاس عالم بيكون فيها إيجابيات فنية وسلبيات لكن نقدر نقول أن هذه البطولة هي الأكثر إصارة وجاذبية حتى للمشاهدين كل الناس كانوا متابعين البطولة بشكل قوي جدا على اعتبارنا بتقام لأول مرة في دولة عربية وتقام في منطقة الشق الأوسط ويمكن كل الناس أو المصريين بشكل عام يعني كانوا يعني بيتمنوا أن يكون منتخب مصر موجود مش هننقلب المواجع يعني بس كان الناس كلها بتتمنى ده أما من الناحية الفنية فهي شهدت طبعا مفاجآت كبيرة جدا منها ارتفاع مستويات الفرق الأفريقية والعربية والأسيوية طبعا أثباتت برضو أن يفوز في النهاية الفريق الأفضل والأكثر حفاظا على توازناته بدليل أن منتخب الأرجنتين اللي يشوفه قدام منتخب السعودية في أولى مبارياته بالهزيمة اللي تعرض لها لم يكن يتوقع أو كتير شكه في أن المنتخب الأرجنتيني ممكن يوصل طبعا البطولة أكدت جدا على أن النجوم بيبقى لهم دور مهم في قيادة فرقهم طبعا زي ما شوفنا مع الأرجنتين ليونيل ميسدي اللي تقلق على مدار البطولة كلها في كل أدوارها أحرز أهداف ونجح أنه هو يقود فريقه طبعا مع ديماريا مع الفريز مع المجموعة دي كلها أنه هو يقدر يحقق الأمل اللي كان ينقصه هو شخصيا حقيقي لأنه كان الفوز بكسل عالم هو كل حاجة على مستوى اللعبة كلاعب يعني فوزه أكثر من مرة بلقب أفضل لعب في العالم وكذا لكن كان ينقصه هذا الأمر لأنه دايما بتعقد مقارنات بينه وبين مارادونا حقيقي اللي هو آخر برضو الجيل اللي خد كسل عالم 86 في فرنسا أيضا كان هناك دور كبير جدا جدا لإمبابيه ويعني فعلا قاد الفريق بنجاح خلال وخصوصا في المباريات الأخيرة ونجاح أنه هو برضو يترك علامة على أنه هو خليفة لكبار اللعبة رغم صغر سنه وأنه ممكن مستقبلا يبقى هو يتقلق ويلمع أكثر بدليل مشاركته في كسين عالم وربعات وإحرازه عدد كبير من الأهداف في البطولتين لكن إجمالا الناس كلها استمتعت وأعتقد أن النهائي كان هو ملخص في التعبير عن الإصارة والندية اللي كانت بين الفريقين سويس محمود الندية والإصارة ختاموها ميسي يعني هو كان عنوانها ختاموها ميسي بأمانة شديدة ميسكي من دية الاثنين وتمانين ما بين فرنسا وألمانيا المباراة دي من مباراة الشهير جدا أعتقد ده لما تزاك مشارك في دور الثمانية أو دور الأربعة وكان فرنسا فايزة ثلاثة واحد ولمني جاء لها بالمباراة في الكسلطاية الممكن مباراة قدت شكل وأحيط كأس العالم يعني عاملات هو ده كأس العالم يعني من مباراة فريق بسيطة الغات الدية تمانية وسبعين وتتقلم المباراة في تمانين واحد وتمانين في دية تاني حاجة غريبة جدا وينطلق الكونكورد الفرنسي ويقلب المتش ثم يعود الهدوء ليلون ميسي ويعود منتخبه ثم لقطة من أروع لقطات كرة القدم تجسدت في الفرصة الضائعة والتي تصدى لها ماشي مارتينيز حاجة بص سعود وهبوط هي دي اللي مطعم لكن كابتن سنام لو جينا حللنا وقارلنا وأجملنا المشوار بتاع كأس العالم عشان نقارنه بالمنديلات قبل كده هتبقى العملية صعبة ليه لأنه في المنديلات السابق كان فيه نجوم في مختلف الخطوط يعني كان فيه فلان وفلان لكن فيه كان فيه نجوم في الدفاع نجوم في حرص المربع نجوم في الباك رايد في الباك ليفت المواهب قلت بالصورة اللي انت شايفها فناس قاعدة تنتظر مين رونالدو ميسي نيمار دولة اللي كان دائر حواليهم الدوائر لكن ميسي تهزى المنديل أنه الأدوار التامنية دور المجموعات من أروع دور المجموعات اللي تلعب في المنديل إصارة ومتحنة الحاجة التانية أن هناك كثير من التوابيد تم تحطيمها أنه لم يعود هناك صغير خلاص الصغار أكل الكبار بمعنى منتخبات آسيا قد ومن آسيا منتخبات أفريقيا وعلى رأسها منتخب المغرب حطم كثير من الحواجز النفسية والمعنوية وبإمكانك أن تروح للمباراة النهائية ده ممكن يبقى حلم يحطك في الحساب حد يقول لي ده مش صدفة يقول له لا فيش حاجة سبقا صدفة في حاجة اسمها قوت في حاجة اسمها توفي وعدم توفي وهي ده الكورة دليل الحاجة التانية هناك أبطال أخذوا منتخبات بطلة ولكن يعني تم كشفهم على أنهم أبطال من وراء منتخب البرازيل أخذ ضجة كبيرة جدا ولكنه سقط أما منتخب كرواتيا في مباراة وبرازيل لم تازق طعم الفوز بالمديان منذ 2002 أيضا يحسب الأرجنتين أنها عادت لكورة اللاتينية البطولة عشرين سنة وأوروبا مسيطرة على البطولة ما عرفش تسترد ده المجمل اللي حدث التنظيم الاستثنائي اللي نظمته دولة قطر وحسابات أخرى والفيها التحكيم والفيها الفار والفيها كل المشهد اللي انت شايفه رغم محاولات التشويه حتى بعد المباراة النعائية والحديث عن العباية اللي لبسها ميسي والطريقة والكلام لكن بأمان شديدة أصبحت مشكلة لدى الناس هنعمل ايه بعد مخلص كاس العالم هنتفرج هنتفرج هنأتفرج الأهل ده حيثبته حاجة تانية على فكرة لا الدوري يعني بتكلم على المشهد الناس اللي بيحصل عندها نوع من ايه النوع من الفراج تكون تقعد قدوم التليزون من 12 3 6 9 يعني انت ايه قد يومك يوم كامل يعني يوم كامل فاني حاوز اقولك ينوب لا يعني ايه لا في حاجة الناس عندها اكتئب من كرة القرد الناس عندها الناس عندها احباط لا اعتقد المونديل ده هيكون فيه تحليلات كترة جدا اكيد المديرين الفنيين الكبار اللي عادين برا اكيد هيشوفوا حاجة اكيد هيقولوا حاجة فاعتقد انه هنيئا لقطر النجاح هنيئا للارجنتين لحاز لمزي تعطفت معه كرة القدم اخيرا ومنحته قبلة الحياة قبل وداع المصدير الاخضر ولكن الكورن حازت لللاعب الافضل على مستوى العالم